السلام عليكم ورحمة الله والله ما صلي وسلم على رسول الله مرحبا بكم اليوم على قناة لكي اليوم شاء الله جيدكم مادلين بحبة بيض جي اسفنجي بمكون سحرين اتمنىكم تبعو الى فيديو الاخير تدعموني بجامعة تعليق اسفل الفيديو والاشتراك بالقناة اذا كنتم اول مرة تكتشفوا قناتي بسم الله على بركة الله بدون اطالة اول حاجة نبدو بها هي ملتوعنا نوجدوهم دلوهم لكاسات هذا الورق وكل واحدة لكاسات اللي بغاتهم وحسب المناسبة اللي تكون عندها انا درتهم للمنزل تاعي درت هادو السامبل كي تكون عندكم مناسبة ولا تكون عندكم مشروع ولا ديروا لكاسات هادوك للشكل تاحهم يجيش باب بهالطريقة والناس اللي ميكوش عندها اللي مولتع المادلين عندك طرق اخرى دوك في الاخير نعطيلك البديل بسم الله هنا نروح نحضر العجينة تاعي العجينة تاعي عندما تقول لكم حبة بيض لكن الحبة تاع البيض تانا لازم 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 تكون بدرج حرارة الغرفة يعني تخرجوها قبل بربع ساعة من التلاجة وتخدمو بها هنا حطت حبة بيض كاملة نزيد معها كأس الى ربع من السكر نزيد معها قرصة على الملح ونخلطه غيب الفوة او للمدرب اليدوي بلا من خدمه بالباطخ نضرب هنا هكذا الحبة تاع البيض مع الكأس الى ربع من السكر المبلور العادي يحتل السرنا الخالات لونه متغير ونحن نضيف تاني كأس الى ربع من الزيت نضيف المقادير بالتفصيل و بالقرام في صندوق الوصف هناك بيت الزيت ونبدأ ندرب ونخفق باليد فقط و بنفس الاتجاه تحسوا هذا السكر مع الزيت الآن نضيف هناك كأس الى ربع من الماء الدافي ماء دافي ماء دافي فقط والترتيب مهم جدا في المكونات خلطوا هنا هكذا غى المدرب اليدوي ونعود نقولكم بـ نفس الاتجاه لحتى لاتسر لكم الفقاعات المنفقه لا تبالغوا في الخفق و بعد ملعقة صغيرة وذيت معها ربع كأس من النشاء واللتع المايزينة لكل غرب لها المواد الجافة دائما نغرب لها هنا نحن نخلطها بمدرب اليدوي حتى هكذا المايزينة والنشاء تشرب المادة السائلة تشرب كثير من الفارينة نبدأ في الفارينة ونبدأ في الخطوات الأخرى مهمة جدا في المادلات اليوم نزيد الفارينة الكأس الأول الكأس الأول كأس ممتلئ من الطاحين أو الفارينة 45 خاصة بالحلويات غربتها نضيفه نضيفه 10 غرامات من خميرات الحلوى يعني صاشي أو ضرف من خميرات الحلويات 10 غرام نضيفه نضيفه كأس والنصف من الطاحين وكل وحده الطاحين و الفارينة وصف مهمة جدا نصف ملعقة صغيرة تحت خميرة الخبز نصف ملعقة صغيرة تحت خميرة الخبز اليوم اضافتنا هذا المكون سر المخابز لتعطيكم هذه البنة وتعطيكم هشاشة ومشاء الله عليه خلط خميرة الخبز وتحصلنا على القوام تكتبوا رقم 8 ويقعد مشكل لكم في العجين هذا هو القوام للعجين كل واحدة تكتبوا رقم 8 يبقى لك هكاك باين لا تزيد العجين الطاحين هنا ملتوعنا هما الأولى لكي لا يقعد الخليط يختمر هذا هو السر في أننا نوجدوه الأول ليس كما المادلان العادي تقدر تخلطي ونبعد توجده هدو كلا كاسات تاوك إلا هنا نجيبو الخالط نحطه في هدو كلا كاسات الورقية ونضير حوالي ملعقتين في كل كاسات كاسات لكي يجيكم هادكية ولي تبغي بزاف مقبب وجي كبير يجيك زوج مغارف ونص وهنا الأخوات اللي قتلكم عندكم البادية الذي نعطيه لكم في آخر فيديو هكا كفكرات الدوها ان شاء الله وتعجبكم هنا الأخوات ندخلها طيب في فرن بارد لا تقلل فرن بارد لكن قبل هذا نحطه على السكر من فوق ونضر الحبيبات ونضر السكر ونضره حول فرن بارد هنا بعد ذلك دخلت في فرن بارد حوالي 15 دقائق ونضر الحمارة من فوق وهذا هو الخالط الذي أعطيه في المول العجيب هذا الصغار لن يكون لديك كاسات الورقية ويستطيع تخدمي في المولة الحديدي كافة دهان أو الزبدة ويقوم بقى دهان ونضر الزبدة ونضر الحديثة ووضع الدهان وقوم بسيطة وضع دهان ومتع الجنجل وقم بسيطة قاعدة ثم تأخذها وضع داخل كابكاك ومدلين اعطوني كمية زاكية المدقتها رائعة اول مرة الوصفة ووصفة خاصة بقنات لكي مكاش لي دارها ومكاش لي فكر فيها ولا روم عادة كين يفكروا فيها الاخوات ندو الجهل تحيا لكل الاخوات سواء ملاشاف الاخوات نسعى لكي نعطيكم البادية ونعطيكم الحلول السريعة وان شاء الله ربي يجلسين كل واحد على حساب نيته شوفوا معي هنا جي اسفن جي خاوي جي خفيف فقط بمكونات اقتصادية شوفوا معي احتل اللون تاعه يجيكم كما اللون اللي تشوهم المحلات هذا كل اللون الداخل هذا هو السر تاعه انها خميرة الخبز يبقى لكم مطرية عدة ايام ان شاء الله كفيت وفيت في الفيديو تاعليون بارتاجوه مع اخواتكم لتعوم الفائدة ربي فعلنا هذا الوباء وهذا البلاء احبكم في الله استودعكم الرحمن والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة